أكدت الشرطة العسكرية في محافظة تعز نجاحها وعلى مدى عام ونصف في تأمين المؤسسات الحكومية والمدخل الوحيد لمركز المحافظة وشوارعها من مسلحية جماعات الخارجة عن النظام والقانون ودعى مدير المباحث العسكرية في تعز العقيد مهيوب الصنوي في لقاء مع الصحفيين الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من المدينة والتصدي للعصابات المسلحة من أول ما تأسست الشرطة العسكرية أيضا مسكنا أكثر من 200 قضية ونفذناها بحنكة أفراد القوات الشرطة العسكرية والحمد لله على تواجدهم في الأماكن المحظورة دائما وما زلنا ننفذ المهام لحد الآن معانا بخلال هذه التفقيرات التي قاموا بالاعتداء على الشرطة العسكرية 38 قريحا ما زالوا حد الآن قرحة وعشر شهداء ولم نتوانى ولم نتوقف حتى برغم كثرة شهداءنا وقرحانا ما زلنا نواصل العمل في استثباب الأمن داخل محافظة تعز الآن نحن في أمس الحاجة إلى الدعم من حيث الأطقم العسكرية والأسلحة الفردية والرشاشات بحيث يمكننا أن نعمل فوق ما عملنا ترجمة نانسي قنقر